ترأس البطريارك يحنى العاشر قدس سعيد مؤسسي الكرسي الأنطاقي القدسين بطرس وبولوس في الكاتدرائية المريمية ديماشق شاركه في القدس كل من الموترانين رياس كفوري أبرشيد صيدة وصور وتوابعهما أنتونيوس الصوري زحلي وبعلبك وتوابعهما والأساقف موسى الخوري لوأ الخوري أفرام معلولي الوكيل البطرياركي يحنى بطش ولفيف من الأباء الكهنة والشمامسة في حضور حجد كبير من المؤمنين بعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى البطريارك يحنى العاشر عزة قال فيها نعيد اليوم للقدسين الرسولين بطرس وبولوس وأقف مع محبتكم في كنف الكاتدرائية المريمية ديماشق أمام إكونة القدسين وأشدد على أنه ما أجمل وأحلى أن يجتمع ويلتأم الأخوة معا لنشعر جميعا في القرسي الأنطاقي أننا عائلة واحدة لكي نصلي معا ونعمل معا من أجل خير أبنائنا وخير كل إنسان على وجه البسيطة وأضاف البطريارك يحنى نقيم هذا القدس ونضع نصب أعيننا أصالة ووحدة إيمان المسيح أصالة القدسين بطرس وبولوس اللذان تفتخر بهما أنطاقيا وما أحواجنا اليوم كمسيحيين أنطاقيين إلى إيمان بطرس وبولوس غيرة واعتراف بطرس وتعليم وأتعاب بولوس بعض من مآثر هذين الرسولين الذين تفخروا بهما أنطاقيا المسيحية كزار عيني ليسوع في قلوب أبنائها والحري بهذا العيد أن يسمى عيد أصالة الإيمان وقوة الإيمان وهذا الإيمان انطلق من هذه الأرض ليلف الدنيا ويزنرها بالمسيح يسوع ربا ومخلصا وأكد الباطلاء يحن العاشر أيضا أنه لن تفصلنا عن محبة المسيح لا شدة ولا تكفير ولا ألم ولا دقات ولا قصاوة الأيام ولا وعورة التاريخ ولم يفصلنا عن المسيح لا شدة ولا ضيق ولا وعورة تاريخ ولا حروب ولا خطف ولا تهجير ولا مجاعات ودعوتنا دوما أن نتمثل خطى الأجداد في نقل إيماننا إلى الأبناء لنكون جديرين باسم المسيح الذي تسمى به التلاميذ أولا في أنطاقيا وفي الختام رفع الباطلاء الكحن العاشر الصلاة من أجل عودة سائر المخطفين وعلى رأسهم موترنيح لبولوس ويحنى سائلا رب أن يمنح سلامه ويزرعه في سوريا وسائر المنطقة شكرا شكرا